اهلا وسهلا بحضراتكم في القسم الثالث من حلقتنا النهاردة واسمحوا لي ان انا اقول يعني بنياب عنكم حلقتنا الاولى مع الدكتور كريم فوزي لان يبدو ان احنا هنحتاج حلقات اخرى للحديث في موضوعات اخرى يعني لم يسع لها وقت الحلقة النهاردة لاننا خصصنا بقى الجزء الاخير النهاردة عن بعض التساؤلات دكتور كريم اول سؤال عايزين نسأله عن درس العقل يعني درس العقل هذا الدرس الذي اكتسب شهرة تاريخية ويعني كبيرة جدا جدا والحيان الناس حتى في الكنترول بيسألوني مدى اهمية هذا الدرس مقارنة بباقي الدروس وهل هو فعلا على قدر مساواة مع باقي زملائه ولا هو بيتمايز بحاجة معينة وامتى تدفعنا الظروف ناحية نواية شال فيبقى ايه الظروف يعني اللي احنا نوافق فيها على هذا الاجراء اولا ده سؤال جميل وهو من تسميته درس العقل فالناس بتفتكر ان بخلعه بيحصل مشاكل بقى العقل وبقى الادراك وكذا هو بسمى درس العقل لانه بيطلع في فترة من 16 سنة الى ما فوق لغاية 40 يعني الفترة الزمانية اللي ممكن يطلع فيها جبيرة جدا واحب ناوي هنا يعني ممكن لغاية سن حاجة وتلاتين اولا ما يكونش طلع لا يكونش طلع طبعا بتبقى حالات مش منتاشرة ندرة شوية بس بوجود بيتكون متأخر بس احب ناوي هنا بالنسبة لأجدادنا الفراعنة انهم كان عندهم درس بعد درس العقل كان فيه درس زيادة لانه كانت نوع الغذاء في هذا الوقت مش مكرر زي الغذاء اللي عندنا كان غذاء فيه زلط حاجات يعني حاجات مش نعمة زي عندنا فكانت الدروس بتتبري مع الوقت فبيقل المسافات بينهم فممكن درس كمان يطلع لانها مع الوقت الدروس لما بتتبري بتتحرك الى الامان لكن لما دخلنا في الاغذية بقى الجميلة بتاعتنا اللي هي المعدة يعني ما فيهاش زلط في الروس وما فيهاش حاجة وكل حاجة ظريفة وخفيفة وسهلة المضغ ابتدى يبقى الدرس الاخير ده اختفى وفضل درس العقل طبعا هم نتكلم في الاف السنين يعني وفضل درس العقل وطبعا بحكم زي ما قلنا ان ابتدى بيبقاش فيه دروس ببري للدروس او انها بتتاكل ما بقاش بيلاقي المكان لي انه يخرج عند ناس مش قليلة وهنا برضو بتاخضى على اشياء جينية بمعنى ان الاب والام جيناتهم بتلتقي في الطفل او في ابنهم او في بنتهم فممكن يبقى الفك صغير من عند الام والاسنان اكبر شوية من عند الاب فبالتالي بتجمعهم مع بعض يلاقي درس العقل بحكم انه بيطلع اخر درس ما فيهاش مكان لي يطلع طب امتى بنشيله والله فيه مدارس بره بتقول هو كده ولا كده مش مهم ما قوي في المضغ لان احنا زي ما قلنا مش هنحتاج ده فنشيله من الاول وهو لسه جوه كجنين في مطلعش اصلا يعني يتشال حتى لو مفغوش مشاكل فيه مدارس كده احنا بنرجح اكتر هنا في مصر فكرة ان احنا نشيله اذا بتردت تحصل مشكلة يعني ايه بتردت تحصل مشكلة ابتدى يحاول يخرج ومش عارف يخرج بالكامل وعمل زي منطقة تقدر تحوش بكتيريا ولا يمكن تنظفها فهنا بنقابل مشكلتين انه ممكن يسوس الدرس اللي امامه لانه صعب التنظيف هذا المكان غير انه دائم للتهاب بتكرار الالتهاب ومشكلة تحوش بقايا طعام او بكتيريا فهو كده مضر ففي حالة وقوع او افتراض هذا الدرر يبقى يتشال يعني هو مشكله في المقام الاول نبع من مكانه الاخير او وجوده في مكان خلفي وخروجه اخر واحد بعد ما بيكتمل فاذا لم يكن له مكان للخروج وحيؤدي لمشاكل للاخرين ساعتها نفضل يتشال لكن ما بيقصرش على العقل عشان يأكد الدقطة دي وما بيقصرش كمان تأثير ملحوظ خالص على المضغ او على البلع طيب برضو في نفس السؤال هل هو خلع درس العقل عمليا اصعب من اي درس تاني ولا هو كلهم بنفس التكنيك على حسب وضعه اذا كان خارج منه جزء صغير فبيحتاج عملية جراحية لفتح اللاسة وممكن جزء من العظم يتشال واذا كان خارج جزء اكبر بكتير فهو سهل يعني مش شرط ان درس العقل يتشال مثلا ببنج كلي او عملية جراحية كبرى او ما الى ذلك البنج كلي بيوفر لنا لطباء الاسنان فكرة ان ممكن كذا حاجة تحسن يعني لو حد داخل يخلع اربع دروس عقل ودايما بنقول ان اساس الطب هو عدم الضرر دو نو هارم فلازم نوزن اخبا خاطر ببنج كلي امام منافع للمريض وبالحالة دي تم القرار بيتخذ مع المريض ان ده كان يفضل ان ده كل يتعامل مرة واحدة فبيتعامل في هذه الحالة لكن ما يمكن عمله من غير ببنج كلي دايما هو الافضل بالنسبة افضل تمام السؤال التاني في عادات شبه يومية عند الناس كتير ان هما بيتعاملوا مع تنظيف اسنانهم بخلة السنان او بالخيط او ما الى ذلك ايه مدى صحة هذه التصرفات من عدمها ايه هو الصح و ايه هو الغلط اذا كان فيها حاجة صحة اولا غسيل الاسنان الاساسي بتاعه هو الفرشة ولازم يكون غسيل ميكانيكي يعني ايه غسيل ميكانيكي لسه هنسأل عن الفرشة لسه دلوقت ايه بالزلط ميكانيكي يعني لا يمكن الاستعادة عنه باي سائل اه يعني ساعات نسأل مرضى محترمين انا كان سؤال برضو اللوه الماث ووش او الغسول الفم هل يغني عن غسيل الاسنان ولا لا دايما نقابل مرضى محترمين نقول له غسيلت اسنانك بيقول لي يخسرها تلات مرات في اليوم فهتسأله طب بتخسرها زي يقولك ما تمضمض بمضمضة معينة بدون ذكرى اسماء ماركة لا ماينفعش ودايما في التشبيه بنقول دايما لو حاجة مسكة في اي سطح يجب الاول ان انا شيلها فهنا بتبقى الفرشة اهم كمان من المعجون فيجب ان الفرشة تشتغل ميكانيكيا على اسطح السن دايب بتقابلنا المشكلة الاسطح الملاصقة بين اسنان الفرشة عمرها ما تقدر تدخل بينه صحيح هنا بيجي دور الخيط الطبي الخيط الطبي الخيط الطبي شكرا بننصح بالخيط الطبي على اقل مرة على اقل مرة في اليوم قبل غسيل الاسنان الليلي قبل الغسيل الليلي ويستحسن لو قبل كل غسيل انما خلة الاسنان اللي هي الخشب دي لا لسه دي لسه لو المسافات بتالت توسح بحكم انحصار لللسة بيبقى الخيط غير مجدي لانه بيبقى بيدخل في المسافة والمسافة واسعة لي صح ساعتها بيبقى في حلين يا اما بنستخدم خلة اسنان مسلسة وليست المدببة ايوا يا اما بنستخدم الفرشات ما بين الاسنان اللي هي اشبه ما تكون بفرشات رفيعة شبه الفرش بتاعة الازايس اللي ممكن يتنظف بيها الازايس دي بتبقى فعالة في الاماكن ما بين الاسنان طب ايه اهمية البكتيريا في الاماكن ما بين الاسنان هي دي البكتيريا او هي دي الاماكن اللي بيبدأ منها امراض اللسة اي ما بين الاسنان فدي اخطر اماكن يجب تنظفها في الحالات دي فعشان كده نصحتنا غسيل الأسنان بالفرشة والمعجون قبلها الخيط الطبي في حالة ما فيش انحصار لسا لو في انحصار يبقى خلة الأسنان الغير مدببة أو الفرشات ما بين الأسنان طب ليه المدببة خاطرة؟ لأن المدببة بتبقى عاملة أولا هي ما بين الأسنان مسلس الشكل فهي عمرها ما هتنظفه صحة ثاني حاجة بحكم إنها مدببة فهي ممكن تبقى سبب لإن يحدث إصابات والإصابات دي تساهم أكتر في انحصار لسا فتعمل المشكلة جروح أو ما يشاب طيب احنا جبنا سيرة غسول الفم اللي فيه كحولة أو اللي خالي من الكحول هل هو فايدة؟ حداك قلت لنا أنه لا يغني عن استخدام الفرشة لكن طيب في حال استخدام الفرشة هل فيه ضرورة لاستخدامه ولا ممكن الاستغناء عنه؟ ما فيش ضرورة لاستخدامه غير في حالات معينة وهي حالات إن أنا حبقى غير فعال بالفرشة بمعنى حد لسه عامل عملية في الفم فالفرشة لو جات على المكان ده هتقلمه هتقلمه وممكن تضر بالمكان الجرح لازم ساعتها غسول يساعد في الفترة دي في الفترة دي وأنا بأكد أنها فترة وليست دائمة دائمة حد كبر شوية أو عنده مشكلة تخليه ما يقدرش يحكم مسكة الفرشة وهنا بنقول في كبار السنة أرجوكم هاتوا فرشة عريضة عشان يقدروا يمسكوها ساعات حتى نقول إيه الجدون بتاع العجلة خد منه الحتة الأخيرة ويربطها في الفرشة حيث تعرض له المسكة فيقدر يمسكها بإيده فحد مش قادر يعمل بالفرشة بنساعد بغسول الفم وفيه أنواع غسول ممكن لفترات طويلة وأنواع لفترات وسائل طب حد بيحب ريحته وطعمه جميل لكن لا يعني تستخدمه عادي ما فيش منه ضرر لكن لا تستعيد به عن الفرشة تمام لا استعادة عن الشغل الميكانيكي لتنظيف الأسطح في الأسنان تمام وإحنا جبنا سيرة فرشة الأسنان كتير جدا جدا فعايزين بقى نعرف الفرق يعني إمتى نستخدم الفرشة النعمة وإمتى نستخدم الفرشة الخشنة وإمتى نغير فرشة الأسنان يعني ده سؤال برضو ناس كتير أقبت بعيزة تعرفه يعني هل فيه طرق للوقاية أو للعناية بفرشة الأسنان شخصيا ولا لا فيه طرق وده سؤال جميل جدا إحنا بنحب دايما الفرشة النعمة عشان مش هتعور اللاسة ولا هتضرها ولا هتساهم في انحصار اللاسة الفرشة النعمة النعمة إنها بسرعة جدا الشعيرات بتفتح ما بتعيش كتير وفرش الأسنان بتشتغل بآخر الشعيرات فلو الشعيرات فتحة يبقى الفرشة ملهاش لازمة حتى لو حياتك عملت بيها فهي مش فعالة مش فعالة فيجب تغييرها بشكل دوري فعشان كده بنقول تمام لو حياتك مش هتقدر على تغييرها بشكل دوري هات المتوسطة 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 لأنها ممكن تبري الأسنان واللسة وتؤدي إلى انحصار للأسنان هم اللي بيستخدموا الناشفة بيستخدموها بغرض بيحسوا أنهم بينظفوا بينظفوا أحسن بزمة ناس محترمة ويعني واخد موضوع بزمة فاحنا دايما نقول لهم تمام انت واخدها بزمة خد بقى الفرشة النعمة كده أو الميديم الفرشة الكهربائية الفرشة الكهربائية فعالة جدا وفيها نقطة أن هي عريضة المسكة فبتساعد زي ما قلنا الفئات اللي تكلمنا عليها ملهاش أضرار لو التزمنا بطريقة استخدامها وهي أني أنا ما عدش أحرك بيها زي الفرشة العادية أنا بنقلها من درس هي ما تتحركش هي بتتحرك هي جواها كل التحركات دعيتها حضرتك بتنقلها بس في خلال الوقت المحدد لكل سنة من التالي تمام برضو في أنواع من فرش الأسنان يا دكتور كريم بتبقى الشعر بتاعها أقرب للسيليكون أو أقرب لحاجة كده برضو مادة صنع الفرشة دي بتفرق الغالبية دلوقتي نايلون لأنه بيبقى غير مسامي جزء أساسي حياتك لازم تاخد بالك منه أن البكتيريا اللي في بوقك هتعشش في الفرشة معنا عشان كده سألت حدك بقى نغيرها كل قد إيه عشان كده دايما يعني الناس اللي وعي قوي بتاخد فرشة للصبح وفرشة بالليل عشان البكتيريا تموت من أنها نشفت يعني ما تستخدمش بسرعة البكتيريا كلها بيجي مية تاني بتاخد حياة بتاخد قبلة حياة لكن احنا بنقول مش مشكلة استخدم الفرشة هي هي مش محتاج بس أول ما الشعر يبدأ يفتح الفرشة دي حيث تاخدها ترميها في الزبال أول ما الشعر يبتدي الشعيرات لأن احنا بنشتغل بآخر الشعيرات في التنظيف فبالتالي الفرشة دي غير فعال فده وقت تغيير الفرشة طيب ننتقل بقى إلى هاجس آخر عند كتير جدا قطاع عريض وغالي على قلوبنا كلهم كلنا وهم الشباب والبنات الصغارين اللي بيبقى عندهم انزعاج سواء من شكل أسنانهم اللي احنا نقول عليه مجازا أو تسمية القديمة اللي هو بروز سنة أو اللي نقول ضب مثلا أو أن الناس اللي بيبقوا عايزين ما يعرف بعملات التقويم أو عمليات الإصلاح بدء زي بدء كده العمر المناسب للإجراءات فيها تحصل علشان بس ما ندخلش فيه جداليات ومشاكل مع أولادنا وبناتنا على حاجة ممكن يكون العلم حاسمها الوقت المناسب إمتى؟ يعني إمتى نبتدي نتكلم زي ما قلنا قبل كده هي مشاكل الأسنان ممكن تبقى جاية من العظم إنه صغير والأسنان هي اللي كبيرة فهنا المشكلة في العظم نفسه أو إن وضع الأسنان العظم مناسب لحجم الأسنان بس وضع الأسنان مش مظبوط خلي بالنا دايما إن فترة النمو هي الفترة اللي العظم بيتشكل فيها فمشاكل العظم بتبدأ من بدري علاجها والمشاكل الأسنان اللي هي مش مرتبطة بإن في مشكلة في نمو العظم ممكن في فترة البلوغ تبدأ التقويم فيها هنا طب أعرف من إين لو مش هنا على اللي قلناه في الأول الزيارات الدورية هتلاقي الدكتور بتاعك بيقولك في لحظة إحنا هنا لازم نتدخل أيها وكل ما بتتدخل وكل ما دكتورك حاطت عينه عليك من بدري كل ما ده هيؤدي إلى قصر مدة العلاج وقل التكلفة العلاج صحيح فحد يقول مثلا وأنا حاود أروح للدكتور كل شوية ده شيء مكلف لو مرة كل سنة بكشف دوري هتغني عن مبالغ طائلة بعد كده لمشاكل وحلة تمام فبالنسبة للتقويم التقويم هو شيء مهم جدا لأن زي ما قلنا هيعالج مشاكل كبيرة بتأثر على الحالة النفسية غير إن عوجاج السنان ممكن يبقى سبب لعدم المضغ بشكل كويس فالهضم يبقى فيه مشكلة وعليه بقى مشاكل الهضم وبيحوش أكل بيعمل مشاكل بأشكال مختلفة فهو مش بس تجميلي بل هو كمان هو علاجي علاجي بالزبط هو الحقيقة أنا من الأول خالص وأنا مقتنع إنه التقويم والعناية بالشكل المظهر حتى العام ده يدخل في صميم العناية النفسية بالولاد أو البنات مش عايز أقول أطفال في العمر ده لأنه المواضيع دي بتبقى فرقة معهم جدا والحياة نفرقة مع أي حد يعني مش بس معهم برضو قبل ما نترك المرحلة العمرية دي في ممارسات خطأ كتير أو يعني المرحلة دي بتبقى فيها اندفاع شديد في التمرد على أكل البيت والرغبة في قضاء أوقات أطول برا البيت وطبعا ده بيترتب عليه التعامل مع الأكل السوقي أو المشروبات دائمة برا البيت أو كده هل الحاجات دي فعلا يعني بغض نظر عن مخاطرها على الصحة بشكل عام هل هي مخاطر على الأسنان ولا هي يعني زيعة زي بقية الأكل يعني شرب القهوة شرب الشاي الحاجات المسلجة كتير لأن كل حاجة دلوقتي بقت آيس دي يعني آيس كوفي آيس دي يعني كل حاجة بقت آيس دي يعني يعني عشان برضو ايه ما نكونش بنيجي عليهم أو ما نكونش برضو أثرنا في توجيههم يعني أهلا بالنسبة لنا تاني هنرجع للتلات دوائر كل ما هو سكري بالزبط فيه خطورة علي كل ما هو حيمنعني من أن أنا أنضف أسناني أول بقول لأن فترات طويرة بره ببيت معناها أن يحاكل واجبات بالكامل ومش حاكل أسناني بفرشة ومعجون أيها دي هتأثر أكيد لأنها هتراكم البكتيريا وحتعمل مشاكل ممكن لأسها ومشاكل تساوس كل يعني فهي في نفس السياق اللي قلنا عليه وطبعا زي ما حضرتك أشرت على الصحة العامة لأن طبعا الأغذية دي مليانة دهون ومليانة طاقة صعرات حرية عالية جدا صعرات العرية العالية جدا طبعا وحيطك قادرة هتؤدي إلى مشاكل أكبر بكتير كمان من تساوس الأسنان أكيد طيب إحنا في بقى مرحلة كده هنفوتها شوية دي هنعملها فهنعمل لها حلقات تانية إن شاء الله لكن أنا عايزة روح ناحية الجدود والجدات كبار السن وكبار المقام وكبار المكانة كتير منهم بيتعاملوا على أن حالة الأسنان عندهم أو حالة الفم عندهم ليس في الإمكان أبدع من مكان فأنا عايزة نختم كده حلقتنا النهاردة بنصيحة أتوجهها لهم أنه يعني كيفية تغيير الفكرة دي عند يعني كبار المقام زي ما بنقوله كبار السني يعني عشان ما يهملوش أو ما يفقدوش بمعنى أدق فرصة لجودة حياة ممكن تكون متوفرة بس هما بيضيعوها من إيدي طبعا كبار المقام عندنا في مصر هنا دول هما حاملي الصخافة المصرية أيوة وهم دول يعني أنا بقول أهم فئة عمرية في رأيي حاليا موجودة لأن هي عارفة عظمة هذه البلد صحيح وبالتالي حالتهم النفسية بالنسبة لنا حاجة مهمة جدا وكل هانم منهم أو بي منهم فهو كان في يوم الأيام شاب وسيم وشابة وسيمة جدا وبهما كبر احنا عايزين يفضل وسيم ويفضل جميل ويفضل متمتع بصحة جميلة هنقسمهم إلى نوعين من هو قادر على العناية بنفسه ومن هو يحتاج إلى العناية صحيح من قادر على العناية بنفسه بنصيء بأنه هو بعد إذنه يعني يخسل سنانه بعد كل وجبة وإذا تعذر يبقى يقلل السكريات ولازم ما يفوتش غسيل الأسنان قبل النوم بالفرشة والمعجوم تمام ودي نقول لو سمحته احنا عايزينكوا حلوين طول العمر فساعدونا بس بدي صحيح اللي غير قادر على مساعدة نفسه لازم يكون معاه مرافق ويبقى عارف أنه هنا بيحميه من مشاكل أكبر بكتير جدا 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 ايه المشاكل بنقابل ساعات وأنا شفتها في عياتي الخاصة وبرضه في الأسر العيني حد عنده الزهايمر الزهايمر اللي عنده الزهايمر وبييجي هو غير فاهم مين اللي حواليه دول وعنده ألم ومش عارف يتعامل مع الناس فاحنا مش عايزين نوصله أنه يبقى عنده ألم احنا عايزينه قاعد معزز مكرم باحترامه لنفسه وحبه للآخرين ما يوصلش لهذا الوضع فلازم المرافق ليبعارف أن وجبك اليومي اللي بتعمله مع هذا هيحمين مشاكل كبيرة جدا لو حصلت حنتر ندخله بينجي كله أيها وبينجي كله في السن المتقدم ليه مشاكله الرزق أو المخاطر بتزيد بالزيد وده شفناها يعني أنا لا أنسى حالة كان أحد الناس المحترمة جدا وراجل محترم طرينا ندخله بينجي كله عشان أمله حشوات لأنه مش حير ده يفتحه وهو فيه ألم ومش عارف يعبر عن الألم فبالتاني المرافق لازم يعمل أن احنا طلبينه هو غسيل الأسنان وهنا فرشة كهربائية حتساعدنا جدا 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 مع تقليل السكريات ومتبعت واجباتهم عاملة ازاي بيأكلوا ايه بس طبعا هتقابلنا مشكلة هم عندهم دروس فضل قد إيه أيوة ما هو ده كنت لسي أقول لأنه لو ما عندهش دروس كافية حيطر يتنقل إلى الأكل الطري عالي السعرات اللي هو زي البسكوت في الشاي وزي الحاجات اللي هي سهلة اللي هي سهلة بالزبط فدي خلاص لو ما عندناش حل تاني ليجب بعديها أن احنا نضاف له أسنانه كويس جدا جدا وهنا زي ما حيتك قلت الفرشة كهربائية حتساعد المرافق كويس لأنه هتبقى هو كل ما يحتاجه أن يحركها ويصبر وهنا بقوصيهم بالصبر كل واحد من هؤلاء الناس كان في يوم الأيام زو مكان عالي جدا ومن نعمره نوكسه في الخلق وهو دي النقطة اللي كلنا هنعدي بيها فقوصيهم بحسن عشرة الناس السينيرز اللي احنا كلنا بنفتخر بوجودهم معنا أكيد دكتور كريم إحنا حلقتنا خلصت النهاردة ولكن مشوارنا لسه مستمر مع بعض ويعني بطلب من حضرك أن احنا نستكمل حوارنا لأنه عندنا موضوعات كتيرة قوي قوي وفي أسئلة كتيرة زملائي في الكنترول عمالين يسألوها بس للأسف ما فيش خلاص وقت أن احنا نسألها وبنوعد حضراتكم أكيد بحلقات أخرى مش حلقة واحدة علشان نستكمل هذا الحوار الممتع وهذا البناء العلمي الرصين الممتاز اللي بيخلينا شركاء حقيقيين في عملية الوعي الصحي بأجسامنا وبالكنوز اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهالنا كان ضفنا الغالي النهاردة الأستاذ دكتور كريم فوزي أستاذ طب الفم وعلاج اللثة بكلية طب جامعة القاهرة وإن شاء الله نشوفكم في حلقات جديدة من يحكى أنا بإذن الله سلام عليكم